النهاردة هنتكلم عن او يبقى هي عملية من 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 طيب لما نيجي نعرفها اللي هي العملية اللي بنشيل في احنا عارفين لو احنا عندنا بير. بيبقى طالع منه. بيبقى طالع منه الكروت اويل. الكروت اويل دي بتتقال على الخام كله باللي فيه. الخام بيبقى فيه اكيد او بترول. بتروليوم. ده المكون الاساسي. بيكون معي طالع ماء غازات. زي مسلا الميثان والقيسان وكده. بيكون طالع معه مية. وبيكون طالع معاه سولس اند مينيرلز. تمام كده? دي اللي احنا عايزين بقى انشالها. دي اكتر حاجة بتضر بالبايبس عندنا. فاحنا عايزين نعمل فهناعمل حاجة اسمها الدي سولتنج. الدي سولتنج كم فهم? باختصار ان انت بيبقى عندك سولتس ومينيرلز قابلة للزيوبان في المية فبتيجي حاطة مية. المية بتدوب الملح والمينيرلز وتطلع مية زائد ملح اسمها اللي هي مية ملحة يعني فيها املاح. ويتبقى عندنا الكروت اويل. تمام كده? فهي باختصار عبارة عن عملية غسل باستخدم فيها الايه? المية. باخسل ايه? باخسل ايه? الاملاح اللي عندي. طيب. ايه اللي هي الريموفل اللي هي الريموفل. والسولتنج اللي هي الصولتس. صح كده? يبقى انا بعمل ريموفل للسولتس اللي عندي. طب ايه هي الصولتس اللي عندي ايه? اكلمنا عنها قبل جد. اشهر صولتس عندنا هي الماغنسيوم كولورايد. كولوريد الماغنسيوم. كولوريد الكالسام سي اي سي ال اتنين. وكلوريد السوديوم. كلوريد السوديوم ده اكتر ملح بيكون موجود في المية اي في الكرود اويل. تمام كده? طيب. كل الاملاح دي لما بتدف في المية. طبعا هميبقى عندنا مية موجودة اصلا. تمام كده? في الخام اهي. دي المية اللي احنا نتكلم عليها. المغنيسيوم كولورايد. والكالسام كولورايد. والسوديوم كولورايد. كل ده في وجود المية. طبعا المعادلة هتحتاج بيدينا حق المغنيسيوم وهيتروكسيد وهيتروكسيد الكالسام طبعا الهيتروكسيد ده عشان تتكون بتحتاج حرارة. وهيتروكسيد السوديوم. وفي كل الحالات دي بيبقى عندنا الناتك التاني الاتشي سيل. يعني الاولى هيطلع منها اتنين التانية اتنين الاخيرة اللي هي قولوري السوديوم هيطلع واحد زي ما احنا شايفين الاتشي سيل ده حامضي. صح كده اسد. فوجود الاسد ده بيسبب حاجة اسمها يبقى احنا كده عندنا وجود ليه لازم اعمل لها آآ يبقى اللي خلتني مضطر ان انا اعمل اول حاجة ان الاملاح دي بتسبب رقم واحد اللي هي التآكل ليه? لان زي ما احنا شفنا بيبقى فيه موجود الاتشي سيل والاتشي سيل ده استرونج اسد. استرونج اسد فبياكل في البيب يعني انت لو عندك البيب بتاعتك دي استانلست استيل هتلاقي ان الاتشي سيل اللي بيبتدي يتفاعل مع المكونات بتاعت الليه? البيب اللي هي عبارة في نيكل وفي كروم وفي حديد. يبتدي يتفاعل معها ويعمل لعملية الايه? التآكل. فمش بيعمل كده في البيبس بس. بيعمل الكروجن بيحصل للبيب للانبيب اللي بيمشي فيها تاني حاجة بتحصل للايه? للايكوتمنت اللي احنا بنستخدمها او المعدات. ده بالنسبة للكروجن. تاني حاجة لأ بعد كده لما الخام بيمشي اشل الخام بتاعنا اهو الكرون هيدخل عملية علشان نعمل بعدها هيدخل على الاتموسفيريك ديستيليشن وبعدين ساعات بندخل على الفاكيام ديستيليشن بعده على طول صحي كده ديستيليشن. بعد الديستيليشن بيبقى عندي كزا قط او كزا منتج بيروحوا على حاجة اسمها الكونفيرجن. عمليات مش هدفها الفاصل عمليات هدف انك تدخل لها حاجة ويطلال لك حاجة تانيه. في عمليات الكونفيرجن ده دي بنستخدم عادة كاتاليست. الكاتاليست ده بيكره الحاجة دي. يعني عدوه في الدنيا حاجة دي. اللي هي الاملاح والمينرالز. لما بتدخل فيه خلينا نقول ان الكاتاليست فكرته نرسم رسمة بسيطة كده الكاتاليست بيبقى بلق كده موجودة عندي محدود جوا طور. الاهم خاصية فيه اسمها او المسامية. ان هو يكون فيه كده او فتحات بحيس ان المواد اللي هتتفاعل مع بعضها تبقى جواه. فيحسن من فانت عندك الهولز دي اللي بيحصل لو انت عندك ملح بيبتدي يسدها. فبيعمل حاجة اسمها لما السولتس السولتس عندك او دي لها اسمين واللي اتنين بيتكلموا عن نفس الحاجة. ياما بيعمل له اللي هو بيعمل تسمم للكاتاليست بعد التسمم ده التسمم ان هو يبتدي السولتس تدخل في الهولز. بعدها بتحصل حاجة اسمها دي كل الهولز اللي كانت اكتف وبتساعد على التفاعل ان هو يحصل بدأت تتسد وما بقتش موجودة فبالتالي انت حصل عندك ما بقاش شغال كويس. يبقى احنا كده نرجع تاني كده. هنا احنا هنا بنتكلم على الكاتاليست. تاني مشكلة بيعملها اسمها اللي هو وجود السولتس اسمها الكاتاليست. دي اكتيفاشن. اللي هي الخطوة التانية بعد اما يحصل تسمم للايه? للكاتاليست بتاعنا. بسبب وجود السولتس. طيب. رقم. تلاتة. هل في مشاكل تانية بيعملها? اه. رقم تلاتة اسمها الاسكيل فورميشن. يعني الاملح وهي ماشية واللي يكون مسلا في كده هتبتدي تترصب. الاسكيل فورميشن نتيجة حاجة اسمها او الترسيب. تبتدي الاملح وهي ماشية تترصب. فتبتدي زي ما قلنا في الكورس بتاع تتكون لير كده انت مش عايزة. في حالة هتمنع صح كده? في الحالة دي هتقلل لك الديامتر بتاع يعني مسلا لو احنا كنا شغالين على الديامتر دي واحد. دلوقتي بسبب السولتس بقيت شغال على دي اتنين. في مشاكل كتيرة هنعرفها واحنا ماشيين على المشاكل اللي بتعملها السولتس. بس اهم حاجة نبقى عارفينها ان الاساسي ان احنا بنعمل السولتس اللي موجودة عندنا بالمية. وبعد كده نفس المية دي وهي ده فيها ايه? الملح. طيب. من المعلومات برضو المهم ان احنا بنعرفها غير ان هو بيعمل آآ ده ساعة هتلاقي اسمه يقول لك بيعمل لك حاجة اسمها هي برضو نفس اللي يحصل فيها الايه? الترسيب بتاعي. طيب. امتى بقى? المفروض اعمل يعني انا المفروض اعمل ده دايما قبل اي عملية طبعا ده امتى تعملها دايما? تقول لما تقدر ان انت تخط علشان انت اللي هتوفره في انك تعمل عمليات اكتر بكتير منك هتبوز البيب وتوقف الشغل عشان تغيرها او ان انت كتلس بتاعك هيبوز الكتلس تغالي جدا. طيب امتى بقى? بيقول لك ان في رقم اللي بتاعك ان المحتوى بتاع الملح بتاعك لو زاد عن عشرة ملح والملح اللي احنا هناخده بتاعنا ملح او لكل الف برميل الف برميل من الكروت. فاحنا لو عندنا دول خمسمائة برميل ودول خمسمائة برميل خمسمائة برميل كروت فده ستوريش تانكي مسلا عندنا وده ستوريش بتاعهم فالتنين مع بعض هيعملولنا الف برميل من الكروت تمام كده? لما نيجي نحسب الملح فيهم لقيناهم مثلا 11 ملح طعام او الكولوريد السوديوم لو لقينا 11 يبقى ده محتاج او لا مش ده لازم تعمل طيب لو لقيت ان الاملح اللي موجودة لما وزنتها لقيتها خمسة يبقى هو في الحالة دي هيبقى بس الافضل انك تشيله علشان تحافظ على بتاعك تمام كده? ففي الحالة دي في حالة الرقم اللي هو العشرة ده لو احنا اكتر منه في يفضل دايما انك تعمل ايه? دي سولة. طيب. احنا قلنا الخام بتاعنا فيه املاح اللي هي سوديوم كولورايد ومغنيسيوم كولورايد وكالسام كولورايد. وموجود فيه برضو مية. الخام بتاعنا موجود في مية. المية اللي موجودة في الخام لها صورتين. الصورة الاولى اسمها free water. free water. والتانية اسمها emulsified water. ايه الفرق ما بينهم? الفرق ما بينهم ان انت لما بنحط الخام الكروت جاي عندنا اهو ده الكروت بتاعنا جاي ومعاه المية بتاعته وجاي بالسولس بتاعته والغازات والمينرالز بتاعته. وجيت حطتهم في فزل كده. ايه اللي هيحصل? هلاقي بالمنطق كده. المية هتفصل تحت هنا كده. في مية هتبقى هنا كده. هيبقى دي اللي هي الووتر. والطبقة اللي فوق هتبقى الكروت. هنخلي مسلا وليكن هو الطبقة الصفرة. تمام كده? ده الكروت. المية اللي فصلت لوحدها اللي تحت دي. دي separated alone. عملنا ايه? اتفصلت على اساس الكسافة. الفرق الكسافات المية اتقل نزلت لتحت. دي اسمها المية اللي عرفت تتفصل لوحدها دي. لأول محطتهم في فيزل اداتهم مساحة كافية ان هو يحصل لهم عملية ايه? الفصل. يبقى لو الجمعت مع بعضها. وهصل لها في البوتون. فانت عندك وبيقول لك الوقت لعملية دي. نتيجة الفرق في الدينس دي. في وقت بيساوي تقريبا لو ديناها دي اسمها اللي هي اتفصلت لوحدها. طيب الايه بقى هي اي حاجة تانية ما تفصلتش لوحدها في خلال الخامس دي دول حنتسمىها طيب المية دي هتبقى فين? نجيب بقى اللون الازرق تاني للمية. المية دي هتبقى موجودة في الخام هنا كده. لما بعد ما تتفصل هنلاقي في بعض مش هتبقى بقى هنقول عليها كطرات من المية. موجودة جوه الخام حجمها صغير جدا ومش قادرة انها هي حجمها صغير قد كده. تمام? فهي مش عارفة نتيجة او دي هي الفرق عن طريق الفرق في تمام كده? عشان كده بنقول على انها جرافيتين. بسبب انها جدا او حجمها صغير جدا فمش عارفة تعمل حاجة اسمها مش عارفة انها تترصب لوحدها. محتاج انها تتجمع مع شوية صغيرين كمان ويعملولي واحدة كبيرة كبيرة فبالتالت كبيرة من المية دي تعرف تترصب لوحدها. في الحالة دي لما احنا بنتكلم عن الحاجات الصغيرة لأ هتفضل موجودة في لوحدها فبينسميها اللي موجودة في كروت فوق دي. تمام كده? مية موجودة في صورة ايه? واحنا علشان نتخلص منها لازم نعمل دي لازم نعمل لها معالجة خاصة علشان نعرف ان احنا ايه نفصلها. تمام? طيب. دلوقتي هنبتدي نتكلم بقى عن عملية ذات نفسها. يا اما بيكون بتاعنا. بيكون يا اما سنجل ستير هنفصل على مرة واحدة سنجل ستير يا اما بيكون هنفصل على الاملح بتاعتنا على مرحلتين. طيب امت استخدم دي وانت استخدم دي? بتاعهم طبعا بتاع الايه? اللي موجودة عندنا. عندنا كمية املحة ايه? لو الكمية قليلة لو لو فاحنا بنتكلم عن سنجل ستير. لو الكمية بتاعت الملح هواي فبالتالي انت بتتكلم عن دابل ستير. طيب لو احنا عندنا سواء ستيج او او الهدف بتاعنا في الاخر من الاملاح اللي انت تقللها دي ان انت توصل في الاخر لرقم اسمه يعني ايه? ان انت في الاخر توصل لخمسة من ملح كولوريد السوديوم لكل الف برميل من برميل من الكروت اويل. يعني احنا دلوقتي بنبتدي نعمل لو احنا عندنا عشرة كولوريد سوديوم في الالف برميل من الكروت اويل. علشان نوقف الديسولتنج ونبقى في فانت بتوصل لحد رقم ايه? رقم خمسة. تمام? طيب. الديسولتنج بقى عبارة عن ايه? عبارة عن ستيبس. يبقى الستيبس بتاعتها اول حاجة الخام بتاعك الكروت اويل بتعمل له بتبتدي انك تسخنه. فانت بيبقى عندك بعد كده بتعمل له بتاخد الكروت اويل ده وتمكسه يبقى الهوت بنمكس مين الهوت كروت اويل بتمكسه مع حاجة اسمها ووشنج ووتر اللي هي المية اللي هتدخل تدوب الملح فهي بتعمل عملية ووشنج فبنسميها ووشنج ووتر بعد كده لما بنخلص بنعمل حاجة دي بقى خطوة مهمة جدا بنستخدم الالكترو استاتيك. آآ فيلد الاكترو استاتيك. الهدف منه ان انت اللي قلنا عليها الصغيرة دي ان هو يجمع عليك مع بعضها ويعمل لك كبيرة تنزل لوحدها. الالكترو استاتيك عبارة عن شحنة مجابة وشحنة سالم. هتبتدي تخلي المية اللي هي اصلا بولر عليها موجب وسالب وموجب وسالب تم كده تتجمع مع بعضها الشحنات اللي شبه بعض المختلفة دي هتتجازب مع بعضها وتعمل لي الدروبلت الكبيرة دي والدروبلت الكبيرة دي هيحصل لها ده بيزد على ايه بيزد على ان انت اصلا بتستخدم ايه? بتستخدم الاكترو استاتيك فيل. طيب هنبص على صورة في السريع كده والفيديو الجاي هيبقى كامل عن البروسيس مشي زي. لو بصينا هنا هنلاقي ان انت عندك بتاعك يا دوب كي من البير فصلت منه ده بتاعك ودي عندك دي كل واحد منهم ليه البمب بتاعته علشان تدخله بعد اما بيتاخد بالبمب بيحصل له عملية ده يزود درجة الحرارة بتاعك وبعدين بعد كده هنعمل هدف الميكسنج. تمام كده? فاحنا عندنا ممكن نعمل ميكسنج للمية مع كروت بطريقتين. اما انك تستخدم فالف فهيبقى اسمه ميكسنج فالف. والحاجة التانية ان انت تستخدم في الحالة دي هو استخدم الاتنين. قدي الميكسنج فالف وهي دي الستاتيك ميكسر. الاتنين مع بعض هيدخله على اللي احنا تكلمنا عنه من شوية. فيه شحنة مجابة وشحنة سالبة. فالووتر هتبتدي تتجمع مع بعضها. وتبتدي تنزل تحت هنا كده عني. مية ومعاها دي هتبقى وستووتر تريتمينت ليه? لانها مية ووتر ووتر ومعاها اللي انا كنت عايزة اصلا ايه? اخسلها. ويتلع عندي من فوق طبعا في البروسيس ليها آآ سنجل ستيج ودابل ستيج. نبص مسلا بصة. دي ابسط صورة. بس الهدف منها ان احنا نعرف ان انت عندك بيكون عندك داخل. طبعا هنا بيكون سقط. وبيدخل معده او وبعدين بيدخله على يدخل على الميكسر. يدخل على المية تتفصل لوحدها وتروح والكرود اويل بيطلع ويجي رايح على المرة الجاية هنبدأ نتكلم عن البروسيس كبير يعني كفلو بتاعها والميكانيزم بتاع الشغلة شكرا شكرا